بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اليوم صرح الأستاذ إبراهيم منير القائم بعمال المرشد العام للإخوان المسلمين بهذا التصريح لن يخوض الإخوان صراعا على السلطة بمصر يعني إذا حتى انتقل الانقلاب أو تم إنهاء هذا النزاع مع السلطة القائمة وأصبحت هناك انتخابات برلمانية أو غيره لن يخوض الإخوان صراعا على السلطة سواء بالترشح لرئاسة أو بالترشح إلى انتخابات فيها تنافس اختلف الناس حول هذا التصريح ما تقييمه هل هو تصريح مهم أم لا هل هو انبطاح أم حكم وعقل هل هو إخلاء أو تخليط الجماعة من قوتها وإضعافها أم هو العودة بالجماعة إلى أصل رسالتها وأصل عملها هل هي توبة نادم على السياسة أم هي اعتراف العاقل بحدوده وإمكانياته ومن يخاطب إبراهيم مونير بهذا الكلام إذا كان السلطة أصل لا تقبل بحوار مع الإخوان هذا ما نناقشه بعد هذا الفصل القصير ثم نتحاور فيه بإذن الله التصريح الذي صادر عن السبري مونير بأنه لن تخوض الإخوان صراعا على السلطة بمصر ونشرته عدة وكلات أنباء وعدة جهات ما تقييمه في رأيي هو قرار أو تفكير حكيم وعاقل وهو ليس نابع من اليوم إنما هو نابع من تفكير قديم بعد الانقلاب بفترة ولكن كانت بعض القيادات تكابل في أني لا تريد أن تصارح قاعدتها بأنه لم يعد عندنا إمكانية على الصراع على السلطة حتى لو في انتخابات حتى كنا نسأل بعض الذين يقول لك ولا بد من عوضة الشرعية وكذلك طيب وبعد عوضة الشرعية هل ستحكرك لا ليس عندنا إمكانية للحكم هل أنت جاهز للحكم لك لا مش جاهز للحكم جاهز أنك ترجع للحكم مش جاهز للحكم طيب بتنادي بأي شرعية بأي عودة من عودة الدكتور مرسي فقط لدقيقة يفوض صلاحياته ثم يترك الأمر للشعب طيب هذا أمر لا يستدعي كل هذا الصراع والنزاع يستدعي نقاشا في سياقات أخرى وكان دا يقبل قبل ذلك لو قبلت الجماعة وقبل الإخوان وقبل الطيرات السياسية المتحلفة وقوى يناير وقتها سواء من ظل مع الدكتور مرسي أم من خرج عليه في 30 يونيو كان يمكن أن يعقد انتخابات رئاسية مبكرة طبعا هناك كلام عن أن الدكتور مرسي رحمه الله قبل بانتخابات رئاسية مبكرة ولكن العسكر أخفى هذه الإجابة على فرقاء ورفقاء المشهد أنا ذات حتى يكتمل لهم الانقلاب كما أرادوا طيب ليه القرار أنا شايف أنه هو لا مش انبطاح مش انهزام إنما اعتراب بالحقيقة منذ مدة ونحن نقول للإخوان ولقادات الإخوان ولكل أفراد الإخوان ليس من الصواب أن تعامل على مستوى الدنيا بكيانات هلامية وهمية لا وجود لها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين القوة الضاربة للإخوان المسلمين القوة الإقليمية والدولية للإخوان المسلمين هذا كلام غير صحيح ليس لأن الإخوان ليسوا أقوياء لكن لأن الإخوان ليسوا بهذه القوة وتصوير الإخوان على هذا الشكل يضر بالإخوان أكثر ما يفيدهم لأنه يخيف الأنظمة يخيف السلطات يخيف العالم ويخيف العالم من بوع بوع غير موجود ويجعل الإخوان تطفع ضريبة أكبر مما تستحق وأكبر من حجمها هل هذا التفكير الذي اتجه إليه الأستاذ إبراهيم مونير ومن معه هل بذلك يخرجون ويخرجوا بالإخوان عن نطاقها وأمرها لا غير صحيح بل بالعكس أنا رأيي الطرف الآخر اللي فيه لدكتور محمد حسين ومجموعته اللي هتعاند أمام الأمر وهتصرح بتصريح معاكس وأن حتى الفصل بين الحزب والدعوة إنه مؤامرة زي ما عملوا من يومين بتصريح كده مالوش أي قيمة السيسي ما أحب بالقلبه والنظام المصري والأنظمة المعادية للإخوان ما أحب لقلبها مثل خطاب الدكتور محمد حسين ليه؟ لأن هذه أنظمة لابد أن تصنع لها عدوا تواجه به أمام العالم والناس وسبب لبقائها وطول ما هناك تنظيم إخوان يقول أنا موجود وأنا تنظيمات ونريد وحكما أمميا وكذا وكذا يخرج الكلام للعالم هذه يا جماعة الإخوان أرأيتم لماذا؟ فهو يريد أن يصنع عدوا زي ما صنع الغرب عدو وهم بالإسلام فوبيا والإرهاب الإسلامي نفس الحالة السيسي ونظام السيسي والانقلابات العسكرية والأنظمة العربية المستبدة تصنع من الإسلاميين والإخوان المسلمين والتيارات القريبة منهم تصنع منهم عدوا هو السبب في بقائها وأنها تحمي الشعوب وتحمي مصالح إسرائيل والعالم من حولها بأنها الشرطي والحارس على جماعة الإخوان وعلى كل الفصائل التي تخرج منها إذن العناد في هذا الأمر يضر الإعلان عن قوة ليس قوتك الحقيقية يضر القرار سبق إلى ذلك الشيخ حسن البنر رحمة الإمام الشهيد أخذ هذا القرار فلو النهاردة أي حد عايز يتهم الناس بالقرار أنه يجب نتخاذل وبيع للقضية لا مش صحيح ليس بيع للقضية إنما عودة بالجماعة إلى أصلها الذي تتقنه الإخوان أثبتت الأيام أنهم لم يهيأوا للعمل السياسي كجزء من الدولة أو دولة إنما يعني تهيأوا إلى أن يكونوا معارضة إلى أن يكونوا قوة ضاغطة قوة نعمة مهمة في المجتمع جماعات ضاغط نعم هذا أمر لا ينكروا أحد في الإخوان إنما حكم أو جزء رئيسي من الحكم لم يجربوا ذلك حتى لما حاكم الإخوان تعاملوا بمنطق المعارضة وشفنا إنه لابد أن الشعب يحمي شرعيته ولابد أن الشعب يحمي سندقية طب هو الشعب جايبك عشان تحكمه تحميه ثم أنت تطلب منه أن يحمي هو نفسه كلام طبعا ليس دقيقا وليس صوابا طيب البنة تراجع فيك آه نعم أستاذ البنة أنا كتبت مقالات عدة ورصدت ست شهادات لمقربين من الإيمان البنة راجع عمله السياسي وندم عليه لأنه لم يهيأ له وأكثر ما نفصل في هذه المسألة الأستاذ محب الدين الخطيب حينما كتب مقالا سنة 52 أو 53 في مجالة المسلمون اللي كان الرئيس تحريرها سعيد رمضان زوج بنت حسن البنة كتب محب الدين الخطيب وأستاذ حسن البنة كتب مقالا بعنوان متى وكيف يكون الحكم الإسلامي وقال إن سنة 47 حسن البنة رشح عددا من النواب في سوريا معروف الدوليب ومصطفى الزرق ومصطفى السباع ومحمد المبارك وفوقي بأن محب الدين الخطيب لم يتعاون في هذا الملف ذهب إليه حسن بأنه قال له يا أستاذ لقد كنت سباقا في كل مشروعاتنا الدعوية إلا في مشروعنا السياسي لماذا؟ قال لأن لي وجهة نظر قال إذن أحسنت حين أتيت إليك ثم بدأ يناقش ليه فأن له محب الدين الخطيب يا شيخ حسن داخل بأربع خمس نواب في دولة الفساد ملأها وسوريا آنذاك كانت كبقية الدول العربية ماذا ستصنع؟ إذا امتلكت الحكم الآن إذا حكمت هتحكم بأربع خمسة إما أن تعزل كل الناس الفسدة وتحكم وحدك وهذا مستحيل وإما أن يظل وتحكم بهم وتكون حكم فاسد بعمامة إسلامية يعني فسب إما وكلهما خطأ قال ومن عمل يا استاذ قال كان عليك أولا أن تسير في دولاب الدولة وفي المجتمع تعد جيلا سياسيا يتمرن على السياسة ويعمل في السياسة عشر سنوات خمسة عشر سنة على الأقل ثم بعدها تدخل في الانتخابات روايدا روايدا إلى أن يسلس لك الأمر فأعلم في هذه المرحلة استاذ البنة خطأ في هذا الأمر وتراجع وكتب في ذلك أيضا أو قال مقولته لشير الغزالي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا رجعت بالجماعة إلى أيام المأثورات وقالها لعبد العزيز كامل في كتابه نهر الذكريات وقالها لأستاذ فتح رضوان لما قبل أستاذ فتح رضوان كان عنده الحزب الوطني اللي هو بتاع محمد فريد ومصطفى كامل مش بتاع المبارك والسادات فلاحظ البنة أن فتح رضوان عنده حزب وبعض كوادر لكن ما عندهش قاعدة هو عنده قاعدة من غير عمل سياسي فقال له يا أستاذ فتحي أنا بفكر في نقطة مهمة أني أديك معظم أنه بغائل في الجماعة في السياسة يتمرنوا عندك وقال له بهذه العبارة ويبقى معي الدراويش نمارس الدعوة إلى الله من باب الفكاهة يعني وأعرض علينا أن يسلمه مقرات الإخوان المسلمين وتكون مقرات للحزب الوطني الشريف صاحب التاريخ والنضال إذن فصل فيه هنا بين الحزب والدعوي وأراد أنه هو يترك العمل الحزبي لأنه لم يهيأ له حاليا ليس من باب أنه رافض في الإسلام سياسة هنا اللعبة اللي بيلعبها دايما إخواننا اللي مع الدكتور محمد حسين أنه يطلع لك إيه الإسلام دين ونواسس يا حبيب ما اعترضناش لا يعني شمول الإسلام مش معناه شمول الداعية أو شمول التنظيم والجماعة شمول الإسلام ده الدين اللي بنؤمن بي جميعا وإنما شمول التنظيم ليس شرطا لا التنظيم يتخصص في الدعوة الجماعة تتخصص الداعية يتخصص أنه نحن في عالم التخصصات وليست في عالم الشمول الذي يعجز عنه الإنسان هذا مستحيل الشمول في الإسلام والشمول في مجموع المسلمين يقوم بهذه الفرود الكفاية لكن ليس شرطا أن تقوم به الجماعة إذن تقييمي لهذا القرار قرار صائب تأخر إعلانه القناعة عند الناس القاعدة وعند كثير من الجماهير الإخوانية وما من حولها وصلت لهذه القناعة فقد تأخر الإعلان من أستاذ إبراهيم لهذه المرحلة ربما لأن كانت من قبل كانت الأطراف الأخرى الموجودة المعاندة الآن في الطرف الآخر ترفض مثل هذه القرارات وترفض مثل هذه الأمور وتعاند وللأسف هذا العناد لا يؤدي في النهاية ولا يفيد إلا الانقلاب والأنظمة المستبدة كيف وحده يكتب وما قيمة هذا الإعلان يفيد بإيه لا مش شرط يفيد الآن إنما على الأقل يتهيأ الناس على أنهم لهم رسالة توضع الخطط والرؤى على هذه الرسالة على قدر قدراتهم ثم يرى العالم والناس في عالم السياسة وحلفاء هذا النظام المستبد أنه يصنع فزاعة من الوهم فزاعة لا وجود لها بهذا الشكل الذي يتخيل ويصر عليه قرار هذا تصوري ربما يختلف فيه ناس معه لكن قناعتي في أنه قرار صائب مبني على رفع لواقع حال التنظيم والجماعة أتمنى أن يوفقه من الله عز وجل لكل ما يحب ويرضى وأن يهدي من يعاند في هذا الأمر إن كان عناده عن رؤية أما إن كان عناده عن لمجرد العناد والمصلحة فلا حلة في هذا العناد للأسف إلا أن يتجاوزهم الزمن كما تجاوز غيرهم أسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يتقبل مننا ومنكم اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة